المزيد من الضوء على سيرتها الذاتية متابع معركة انتخابية طويلة قطعت فيها هيلاري كلينتون البالغة من العمر 68 عاماً شوطاً كبيراً لتكون المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي بعد حصولها على دعم غالبية المندوبين بأصوات تتجاوز 2382 بذلك تكون الديمقراطية هيلاري كلينتون أول امرأة رشحها أحد الحزبين الأمريكيين الكبيرين لمنصب الرئيس كلينتون اعتمدت في حملتها على تواجدها الطويل داخل المصرح السياسي الأمريكي لا سيما أنها شغلت منصب وزير الخارجية أربع سنوات في عهد الرئيس باراك أوباما ما جعلها أكثر دراية بسياسة البلاد الخارجية والعلاقات التي تربطها بمحيطها الإقليمي والدولة هذه الخبرة أيضا أكسبتها توازنا في تصريحاتها كما تجنبت الأحاديث المثيرة للجدل الملازمة لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب ذي السبعين عاما تسعى حملة كلينتون إلى كسب ثقة وتأييد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم أحد عشر مليون مهاجر بعدما أعلن منافسها الجمهوري عن مخطط جماعي لترحيلهم رغم هذا النجاح إلا أن ثمة أزمات كادت أن تعصف بالمرشحة الديمقراطية من السباق الانتخابي أزمة استخدام البريد الإلكتروني الشخصي بدلا من بريد الخارجية الأمريكية حينما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية فتح الباب أمام طوفان من الهجوم اللاذع شنه الجمهوريون الهجوم ظل مستمراً لاسيما بعد الوعكة الصحية التي تعرضت المرشحة الرئاسية إثر إصابتها بالتهاب الرئوي أصفر عنه توقف الحملة عدة أيام المرشح الجمهوري لم يفوت الفرصة ونشر تقارير طبية تفيد سلامته الصحية في إشارة إلى عدم ملاءمة منافسته لهذا المنصب هذه الواقعة أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية والعالمية انطلقت معها التكهنات حول مدى قدرة كلينتون على البقاء في السباق لكن المرشحة الديمقراطية قطعت الشكوك واستأنفت حملتها مرة أخرى مصادر تمويل الحملة الانتخابية يبدو أنها أيضاً إشكالية مثيرة للقلق حيث تشير تقارير صحفية أن كلينتون تحاول جمع مبلغ يقدر بمليارين ونصف المليار دولار من خلال علاقاتها المتشعبة وهو مبلغ أكبر من أي مبلغ استخدمته حملة انتخابية في السابق مما جعل البعض يرجح تقربها إلى شركات وولستريت وتجاهل الممولين المعتادين من القاعدة الشعبية استطلاعات الرأي الأخيرة أيضاً أثارت قلق معسكر الديمقراطيين بعد تراجع مرشحته مؤخراً في آخر استطلاع نظمته صحيفة نيويورك بوست وقناة ABC أشارت نتائج الاستطلاع أن كلينتون تحظى بدعم 46% من المشاركين بينما أعرب 44% منهم عن تأييدهم لترامب ليتقلص الفارق بينهم إلى 2% فقط بعدما كان 4% وتحظى كلينتون بتأييد غربي وهو ما يزيد حظوظها في الفوز برئاسة البيت الأبيض في انتخابات الثامن من نوفمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر أما منافسها دونالد جون ترامب فهو رجل أعمال ملياردير أمريكي مرشح رئاسي للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 عن الحزب الجمهورية شخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكية نتابع عندما ظهر اسمه كمرشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اعتقد كثيرون أن ترشحه ليس إلا مسحه لكنه اكتسح الانتخابات التمهيدية وواصل التقدم دونالد ترامب زو السبعين عاماً يوصف بأنه رجل أعمال ومستثمر ومؤلف وشخصية تلفزيونية أمريكية مثيرة للجدل إلا أن رئاسته لمنظمة ترامب العقارية جعلت منه شخصية مشهورة في مجال المال والأعمال ومنه إلى عالم السياسة ففي عام 1987 أعلن عن نيته الترشح للرئاسة وفي عام 2000 خاض لأول مرة الانتخابات الرئاسية عن حزب صغير وبعد عام 2008 أصبحت ترامب أشهر المتحدثين في حركة بيرثر المعارضة للرئيس باراك أوباما وفي عام 2015 أعلن عن خوضه الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري خاض ترامب منافسة مع 16 مرشحاً آخرين لكنه فاز رسمياً بحصوله على تأييد من 1725 مندوباً ثم تلاهي السيناتور تيت كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تيكساس وفاز بأصوات 475 مندوباً صدر ترامب شخصية مثيرة للجدل من خلال تصريحاته في حملاته الانتخابية جلبت له الكثير من العداءات على رأس هذه التصريحات مقترحوا بفرض حظر على دخول المسلمين إلى بلاده وفرض السيطرة على بعض المساجد التصريح لقى ردود أفعال غاضبة بين أوساط العرب والمسلمين وامتد إلى الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية من بينها البيت الأبيض ولم يتوقف ترامب عن تصريحاته المثيرة إذ أعلن أيضاً عن رغبته في توسع الجيش الأمريكي بالعراق وسوريا لفتح الجحيم بحسب تعبيره على تنظيم داعش الإرهابي وضربه في مصدر ثرواته الأولى وهو النفط تصريحاته أيضاً امتدت إلى أن العالم سيكون أفضل حالاً إذا كان صدام حسين ومعمر القذافي ما زال في السلطة معتبراً أن الوضع حالياً أسوأ بكثير متوعداً بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم سلسلة التصريحات امتدت إلى جارته الجنوبية المكسيك التي وصف مهاجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم تجار مخدرات ومغتصبون معلناً اعتزامه بناء جدار بين الجارتين ويعتزم المرشح الجمهوري التي تحمل والدته جنسية مكسيكية تنفيذ مخطط للترحيل الجماعي لنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة وبينما يتخوف الغرب من وجود تقارب بين الرئيس ترامب حال انتخابه وبين الرئيس الروسي فلادمير بوتن فإنه في الوقت ذاته يبدو أنه سيضع قيوداً واسعة في التعامل مع الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد بلاده من خلال مطالبتها بالتوقف عن خفض عملتها وهو ما يلاقى رفضاً من قبل العملاق الأسيوي في حال فوز ترامب قد تتحول هذه التصريحات الجدلية إلى واقع يوسع دائرة الخلافات مع مستقبل ضبابي غير واضح المعالم أحمد فرق تلفزيون النهار تجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كل أربع سنوات كما ينص الدستور وتقام الانتخابات في أول يوم يوافق الثلاثاء ما بين الثاني إلى الثامن من نوفمبر المزيد عن تلك الانتخابات ومراحل إجرائها في سياق التقرير التالي تتجه أنظار مئات الملايين من البشر كل أربعة أعوام صوب الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة من سيصبح رئيس أقوى دولة في العالم فالكثيرون حول العالم وحتى بين بعض الأمريكيين أنفسهم لا يعرفون كيف يتم انتخاب الرئيس الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجرى على عدة مراحل الأولى منها هي الانتخابات الأولية داخل الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي حيث ينتخب كل حزب مجموعة من المندوبين تتعهد باختيار مرشح ما ليكون مرشح الحزب المرحلة الثانية هي مرحلة المؤتمرات العامة حيث يقيم كل حزب مؤتمرا عاما يكتمع فيه مندوب الحزب الذين سبق انتخابهم في التجمعات الحزبية ليختاروا مرشحا نهائيا للحزب في السباق الرئاسي إلى جانب منصب نائب الرئيس وتعد الانتخابات العامة هي ثالث مراحل انتخابات الرئاسة الأمريكية فبعد سباق الرئاسي يمتد لعدة أسابيع ينفق خلالها مئات الملايين من الدولارات على الدعاية وآلاف الساعات من البرامج التحليلية والمناظرات يدخل السباق الرئاسي مرحلته قبل الأخيرة حيث يصوت الناخبون لاختيار المرشحين على مقعد الرئيس ونائب الرئيس وباختيارهم هذا فهم يختارون المندوبين الذين سيصوتون لذلك المرشح في المجمع الانتخابي ولكل هذا فانتخابات الرئاسة الأمريكية كما أوضحنا فإنها تقام بنظام الانتخاب غير مباشر وهنا يأتي دور المرحلة الرابعة والأخيرة من هذا النظام حيث يقوم كل حزب بتسمية خمسمائة وثمانية وثلاثين مندوبا له في الولايات الخمسين وليس من أعضاء الكونغرس وتختلف طريقة اختيارهم بين الانتخاب أو التعيين وهؤلاء هم من يختارون الرئيس وبحسب النظام الأمريكي فإن من يفوز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية يفوز بجميع أصوات الولاية في المجمع الانتخابي وهو ما يعرف بنظام الفائز يفوز بالكل ويتبع هذا النظام في كل الولايات الأمريكية عدى ولايتي نيبراسكا وماين حيث تقسم فيها الأصوات حسب النسب الحقيقية للتصويت المباشر للمواطنين وأخيرا يحتاج المرشح الرئاسي إلى خمسين بالمئة زائد واحد من الأصوات أي مائتين وسبعين صوتا من أصوات المجمع الانتخابي ليفوز بمقعد الرئاسة وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية يحال الأمر إلى مجلس النواب ليختار الرئيس وفي حالة تساوي أصوات المرشحين على مقعد نائب الرئيس يحال الأمر إلى مجلس الشيوخ ليختار فائزا بمنصب نائب الرئيس أحمد مصلحي النهاري اليوم